من فترة كده البنوك في مصر وقفت الدفع تماما بالديبيت كارد وكمان وقفت الدفع بالبريبيت كارد اللي هي كروت الدفع المسبقة وكمان وقفوا الدفع بالكروت اللي هي الخصم المباشر اللي هي كانت تعتبر يعني ليبل أعلى شوية بعد كده نفاجأ ان حتى الكريدت كارد تم وضع ليه يعني متقدرش تدفع بأكتر من مبلغ محدد لو انت مسافر بس يعني دي الحالة الوحيدة اللي انت تقدر بيها تزود لمت الدفع بالكريدت هي ان انت تكون مسافر الى بلد ما فتوصل معاك لمت لحد سبعمائة وخمسين او الف دولار على حسب مهنتك وحسب انت عميل في اي بي ولا عميل عيد لفة كبيرة جدا مش يلزمنا احنا كل الكلام ده احنا الغلابة اللي شغالين اونلاين فاحنا مش محتاجين كل الكلام ده احنا محتاجين حاجات بسيطة جدا يعني فايه الحاجة البسيطة اللي قدرت بيها بفضل اللي ان انا احل احد المشاكل اللي وجهتني وهي الدفع على جوجل على اعلانات جوجل وعلى جوجل درايف لان ما كنتش عارف ادفع على جوجل درايف لا بالبريبيد ولا بالديبت فانا طبعا معيش كريدت ومش حابب ان انا اعمل كريدت الا بقى للضرورة الكسفة يعني دي حسب طبعا كل شخص يعني دي حاجة ترجع لك انت وسهل انك تعمل الكريدت بتروح بتعمش هادات السمر من نوع معين وبناء على شهدات دي بتتجمد لمدة سنتين او تلاتة وبتطلب على اساسها الكارت الكارت ده بيبقى بنسبة تمانين او خمسة وتمانين في المية مسلا من فلوس اللي انت مجمدها في البنك لمدة سنتين تعتبر كارت متغير ممكن تستلف على اساسها ممكن تسحب فلوس منها بس بتسحبها على سبيل الكارت ولو اتاخرت بتسفع رسوم وبتسفع غرامة وده موضوع مش يعني في شبهات يعني ولكن اجمالا بعيدا عن الكروت بقى اداية خالص تماما حتى الكريدت بقى عليه ليمت مش اي حد بيشتغل به فالطريقة اللي انا حقولها لكم النهاردة تقدر تعمل بها حاجات بسيطة ما تتعملش بها ارقام كبيرة انا بقول من دلوقتي ما تعملش استخدمهاش بارقام كبيرة الطريقة دي بتدخل على موقع او تطبيق اسمه باينانس اعتقد اغلبكم سمعا انا عن نفس ما استخدمتوش فترة كبيرة لحد ما طريت اسفا ان انا استخدم التطبيق لان التطبيق في شبهات يعني برضو في حاجات مش عارفينة بالعملات الرقمية والكلام ده فكل اللي انت هتعمله ان انت هسيب لك الرابط بتاعة تحميل باينانس هتلاقيه تحت فيه الكومنتات او في الوصف او ايا كان بعد كده هتدخل تسجل بياناتك وتصور بطاقتك وتصور وشك وتعمل سمين وشمال يعني نشوف الشروحات بتاعة باينانس ازاي تسجل فيه الموضوع سهل جدا هسيب لك الرابط تحمل بس التطبيق الاول بعد كده خش اعمل بياناتك وسجل حسابك وهقول لك تعمل ايه بعد كده فانت بعد ما بتسجل بياناتك على اه بتبدأ ان انت تفتح التطبيق وتدخل على اه حاجة كده يعني على اللي مين تدور عليها كويس في التطبيق اسمها بي تو بي اللي هي اه بيرسون تو بيرسون يعني فحتخش في البي تو بي هتلاقي ان في البي تو بي دي موجود انك تقدر تتواصل مع شخص على اه برضو شخص مصري زي او المغربي زيك او سعودي زيك ايا ان كان انت منين هتطلب من ان هو يحول لك رصيد بالعملة الرقمية اللي احنا هنحتاجها وهي اليو اس دي تي ركز جدا في الايه في اسم العملة العملة دي اللي هي اسمها يو اس دي تي فهتدخل عند كلمة بي تو بي على الشمال اهي فلو كتبت يو اس دي تي هتختار هنا المبلغ اللي انت عايزه قول مسلا انا عايز ادفع ميت جنيه بلاش مية ده قليل والتلتميت جنيه بالمصري يعني فكايتم راجع كده وتختار تأكيد وتحدد وسيلة الدفع انت هتدفع عن طريق ايه في كده طريقة بقى للدفع هنا عندك طريقة سهلة جدا وهي بودافون كاش هتم داخل على بودافون كاش وشكرا على كده تعمل ايه تبتك على وسيلة الدفع دي كده كانت تحددت وسيلة الدفع ان هي تبقى ايه بودافون كاش وبعد كده تختار تأكيد تطلع فوق وتختار تأكيد اه عندك هنا السعر وعندك كمان تاجر فانت يعني ما تختارش حاجة تانية في الحاجات دي واكتب متابعة فكده خلاص انت حددت ايه اهم حاج هتدفع عن طريق ايه? وحتشتري بكام. انت معك تلوتمائة جنيه عايش تشتري بيهم وعملات رقمية اللي هي بعد كده تقوم داخل عند اه الناس اللي شغالين هنا. وتشوف بقى كل واحد هنا شغال عمل كام مبيعة. يعني باع كام مرة. يعني اتعامل كام مرة. والتقييم بتاع ايه? مهم جدا التقييم. دي برضو حاجة مهم. هتلاقي التقييم مكتوب مسلا ده اول واحد ده التقييم عنده تسعة وتسعين في المية. اه بيحول يعني بالكتيل في خمستاشر دقيقة. بيتعامل بالدولار بقيمة تسعة واربعين دولار. هتدي له تسعة واربعين جنيه هيحول لك واحد دولار. طبعا هنا الدولار يعطي بخمسين جنيه. فطبعا رقم كبير جدا. يقول لو انت شغال بي اونلاين باتنين وتلاتين والكلام ده. وده فرق كبير جدا. يعني بمجرد ما يحصل تعوييم للجني العملة دي يعني الدولار هيبقى بالسعر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هتبقى قفزة رهيبة جدا. فانت برضو يعني دي هتستقدمها هيبقى فيها خسارة شوية بس هتقدي الغرض في الحاجات البسيطة. الحاجة اللي هي محتاجة خمسة دولار عشرة دولار. فلو انت عايز بقى قعد رقم اكبر هتضطر تتعامل مع ناس يدو لك ارقام اه اكبر مثلا بعشرة تلاف جنيه. وسعر الدولار هيكون اقل هيوصل معك اتنين وتلاتين او كده. هتلاقي ده موجود برضو في وسط الناس اللي شغالة اللي هم ال person to person اللي انت شايف. فيه ناس مكتوب جنبيهم محزور. دول برضو ما تقربش منهم. فيه ناس شغالة كويس. يعني انت طبعا بتتعامل والاول حاول تجرب بمبلغ بسيط. مثلا مية وخمسين ومتين. وعلى حسب طبعا الشخص هو كتب لك الحد ده مثلا من مية لخمسمية. فانت بتبدأ تختار الشخص ده. وبتخش عنده مثلا ده وتكتب ايه? اه شراء. بعد كده بيقول لك اه عايز تشتري اد ايه? قول له عايزة تشتري مثلا بتلتميت جنيه. وتعمل ايه? شراء يو اس دي تي. بيبدأ يحولك هنا بيقول لك تم انشاء الامر. فبيتخش على الشخص ده هو في الدردشة اللي انت شايفها دي بيكون بعيد لك رقم الكاش اللي انت تبعت عليه. فانت بتخش تحول على رقم الكاش بتاعه المبلغ اللي انت اخترته. قدامك ربع ساعة بتتعامل فيها مع الشخص دوت. تحول على رقم الكاش. بعد كده تبعت له رسالة تقول له تم بيروح الشخص دوت محول لك على رصيدك في المبلغ اللي انت عايزه. تمام? انا مش هعمل طبعا الخطوة دي دلوقتي. مش محتاج ان انا عملها. لكن انت لو عملتها الموضوع يعني في منتهى السهولة. انت بلازم ايه? طيما بتعمل مع اي حد اونلاين بتقوم بصور له سكرين للايه للتحويل اللي انت حولتها له وبتقوم باعتها له. وهو تواف سهل جدا ومبلغ بسيط وبنسبة كبيرة بيقبل التحويل يعني. بعد ما بتبعت له ان انت حولت ودفعت بتكتب اجراء الدفع. تمام? فاحنا ايه طبعا مش عايد اخش في النقطة دي لو حابب تشوف شروحات اكتر ممكن تبحس اونلاين. او تكتب لي في كومنتات ان انت محتاج الحتة دي او معامل فيديو تاني ادفع فيه بالفعل وعمل الموضوع بشكل عامل زي ما انا اشتغلت في المرة اللي باتت. ولكن انا بس عايد اخش في المرحلة التانية عشان ما طولش الفيديو عليك. وان اغلب الناس بتزهق بسرعة وبيخرجوا من الفيديو ما بيكملهوش بيقى فيه معلومات مهمة جدا بقولها في يعني اواخر الفيديو كان. فحضرتك بتعمل اجراء للدفع او ممكن تلغي الدفع لو حريف. انا هعمل الغاء تمام? حسنا لا اريد التداول لان انا مش عايز بتلغي الطلب. لان انا لغت الطلب دلوقتي. بعد ما بتخلص محفظتك على آآ هتدخل على الجوجل بلاي وتنزل بقى تطبيق تاني هو ده اللي احنا عايزين وده المهم جدا اسمه بي واي واي بي يعني ممكن تقرها او باي بال. فباي بال او باي بال على حسب ما فيه ناس كتير بتنطقها هو محفظة الكترونية او ممكن نسميه بنك الكتروني زي باي بال. بس ده يعتبر آآ قريب مننا شوية لان آآ باي بال اللي احنا هشايفينه قدلبنا دلوقتي ده آآ بيدي لك صلاحية انك تعمل كارت دافع اونلاين. فانا هنا عامله بالبصمة عشان قوات اللي ما يفتح يفتح بالبصمة طبعا طبيق ده ما بتخشش بسهولة كده. بيقلب منك ان انت آآ تصور وشك وتصور وتسجل بطاقتك. ليه لا كبير يعني التطبيق ده تقريبا المقار بتاع شركة ده في الامارات على ما اتذكر يعني. فبيطلب منك بياناتك الكاملة بتسجلها بعد كده بيدي لك بقى بروض تقدر ان انت تشتغل به. وطبعا عشان تعمل كارت محتاج ان انت تشحن رصيدك على آآ التطبيق ده اللي هو آآ باي بالك. باي بال ده انت محتاج انك تشحن رصيدك. هتشحن رصيدك ازاي? هتشحن رصيدك باستخدام اللي احنا سجلنا عليه في الاول. فهتدخل عند كلمة دي وحيظهر لك هنا خيارات. ومن الخيارات دي هيكون انك تشحن عن طريق العملات الرقمية. ومن ضمن الخيارات التانية انك تشحن عن طريق باي مش ظهرة دلوقتي لان في تحديث في التطبيق. فعلشان يظهر لك ده اللي ده انت تستنى التحديث ده آآ يخلص. بعد كده كتب لك هنا برضو من ضمن المشاكل اللي هي لاحصها في الطبيق انه بيتعطل كل فترة. بيعمل تحديثات كتير جدا. يعني من ساعة ما عملته هو بيعمل تحديثات. بس اشتغل معها كويس. ومن هنا تقدر ان انت تعمل كارت زي الكارت اللي انت شايفه قدامك دوت فيه اربعتاشر رقم وفيه اسمك وفيه آآ اللي هو التلات ارقام اللي بتضيفهم في الخانة بتاعت الدفع. فانك تعمل كارت على التطبيق ده سهل جدا وتشحنه من خلال برضو سهل جدا هو بس الموضوع محتاج منك انك لو انت خايف تجرب تغامر مسلا بثمائة ربعمائة جنيه يعني مصري او على حسب انت البلد انت فيها بس انا بكلم المصريين لان اغلب لانهم بيعانوا من مشكلة تضييق البنوك الفترة دي. فمبدائيا الكارت ده يعني اشتغل كويس. اغلب اللي استهدموه في اعلانات فيسبوك واعلانات يوتيوب واعلانات جوجل اشتغل معاهم بنسبة تقريبا تسعين في المية من اللي انا تبعتهم اشتغلوا بيه كويس. الكارت ده هيحل لك مشاكل بسيطة. بس للاسف ده مش هو الحل الجزري. لان انت عشان تشتري دولار بتسعة واربعين جنيه ده كتير جدا وهيخسرك كتير وهتضطر ان انت ترفع السعر في الخدمة بتاعتك. ولكن فيه برضو طريقة تانية للناس ببعا اللي فضرت مستنية لحد اخر الفيديو دي تستاهل انها تسمع الطريقة دي وقالها لي اكتر من حد شغال برضو في المجال ان فيزا البريد المصري شغالة بلمت حوالي الفين جنيه. يعني تقدر تشتغل بها اونلاين بلمت حوالي الفين جنيه. ودي ان شاء الله يعني هعملها قريب برضه عشان خاطر تبقى من ضمن الادوات او من ضمن الكروت اللي هتساعد معايا في اي مشاكل طريقة. لكن انا الحمد لله الفترة دي مش بشتغل بكروت بتاعتي خالص. اللي محتاج يعمل اعلان. اللي محتاج يعمل اي حاجة اونلاين. بقول له اه لازم يكون معك الكارت بتاعك. لازم انت اللي تدفع. انا مش هدفع حاجة. انا مليش لا. انا مش هدفع اه من جيبي. هياخد فقط اجري او نسبتي على الشغل اللي انا بشتغله فقط. لكن ان انا ادفع بنفسي من كارت الدفع وكده ده يكون صعب. هيبقى علينا صعب لان انا هشغال مع اكتر من حد. لو انت شغال مع اكتر من عميل. الافضل ان كل عميل يكون معه الكارت بتاعه. ومعه طريقة الدفع بتاعته هو اللي يدفع. سواء بقى هيدفع بالمصري. هيدفع بالدولار. هو يعيش حياته في الدفع. انت تاخد اجرك ونسبتك متفق عليها. وشكرا على كده. لكن ان ان تدفع لكل واحد. هتبقى محتاج لمدة كبير. وده هيكون صعب جدا. فاتمنى تكون التجربة دي يعني انا عملتها. انا مش رحتاش بشكل مفصل. انا اسف لذلك. لكن للاسل ان ده مش تخصصي موضوع العاملات الرقمية والكلام ده. فتقدر تبحث على اليوتيوب تشوف شرح وشرح بايبل برضو. هتلاقي فيه شروحات كتير. هسيب لك لينك الواحد من الفيديوهات الجميلة على قناة صديقين باشمواندس احمد. منسر المعلوميات بيشرح فيها بالتفصيل. وبيشرح فيها تطبيق بايبل اللي هو ده اللي انا صراحة استفدت منه في الجزئية دي وجردتها. وفعلا انا بشكره جدا على المعلومات القيمة اللي بيقولها. تستهل الف لايكة باشمواندس. وحاسب لكم اللينك بتاع القناة في التعليقات. في قائمة تشغيل كاملة لشرح باينانس وشرح تعمل كروت دفع اونلاين. تقدر تشتغل بها على اعلانات جوجل وعلى فيسبوك. فاتمنى تكونوا استفدتم في الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.